اعزباه المشاهدين صباح الخير عليكم ازايكم وعملين ايه اول حلقة بسجلها في السنة الجديدة كل سنة وانتو طيبين والرب يجعلها سنة سعيدة عليكم وعلينا وعلى الامة الاسلامية والعربية والعالم يا رب اجمعين كله بقى يسيب التابلت اللي معاه ويسيب الباد اللي معاه وهنرجع مع بعضينا وهنشوف التابلت الجديد اللي في اول السنة اللي من شركة اونر وهو الانر باد V8 أو V8 برو التابلت ده جاي بمواصفات رائعة جدا يناسب كل الناس وكل الفئات لجال الاعمال ويناسب ويناسب الجامعات ويناسب المدارس او الناس اللي في المدارس سعره بقى السعر انت مش هتصدقه لما تعرفه في اخر الحلقة لما تلاقي المواصفات الجميلة اللي انا هحكيها لك والريفيو اللي احنا نعمله في الحلقة دي نكتشف في الاخر السعر اللي هقول عليه مش هتصدق فعلا ان التابلت ده بالسعر ده مش بس كده كمان التابلت ده بيدعم كمان مدمات جوجل بلاي فبيوفر لك ويدعم لك اللي انت محتاجه من البرامج والتحديثات المستمرة في التابلت ده هنستعرض مع بعضينا التابلت ده وهنشوفه حتة حتة وهنشوف مزاياه وهنشوف عيوبه وهنشوف فعلا يستاهد ان انت تشتريه مع بداية السنة جديدة ولا لا يلا مع بعض نراجع التابلت اللي معنا النهاردة اللي من شركة اونر الجميل والرائع والقوي اللي نازل به شركة اونر وهو الانر باد في ايت او في تمانية برو اعزائي مشاهدين في كل مكان ازايكم اخباركم ايه يا ربط وبخير اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة تكنيجيا ومعلومات ومعاكم اخوكم اش كل سنة وانتو طيبين وبنسبة السنة الجديدة يا رب يرزقكم ويرزقنا وحقق لكم كل اللي انتو بتتمنوا التابلت النهاردة وزي انما انا وقلت كده في الانترو اه تابلت رائع جاية بيه شركة اونر في السنة الجديدة تابلت ده موصفاته قوية جدا هيخليك فعلا تستغنى عن كل التابلت الموجودة في السوق او اللي معاك او اللي انت بتستخدمه دلوقتي بالذات لما تعرف المواصفات بتاعته اللي جاي بيها من شركة اونر اونر فعلا دعمت التابلت ده بقوة وديته اعلى تكنولوجيا في سبيل ان هي لما تيجي تسعره او تخلي سعره في السوق تدي اقل سعر فيصبح عندك اقوى او قيمة عالية من التكنولوجيا تقدر تستخدمها وفي نفسها تسعر في متناول الجميع التابلت فعلا بيحقق رغبات كتير ناس كتيرة جدا سواء البيزنس من او سواء الطلبة او سواء الناس الديزاينر زعمتا اللي بيحب يرسموا ويكتبوا بيه الالم وعندهم تصميمات غير ان التابلت فعلا جاي فيه موصفات من حاسب الشاشة او الكاميرا تخليك فعلا ان انت تحاول ان انت تخليه يبقى معاك على طول واستخدامه على طول يبقى معاك باستمرار هنسترد مع بعضينا التابلت اللي معنا النهار ده مشيكة انر وهو انر باد في ايت او في تمانيا برو الجديد ولكن قبل ما نستخدم او قبل ما نخش في الريفيو والمراجعة بتاعته مش هنززة كل مرة بس حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكومنس وهنرد على حقكم على طول زر الجرس لو سمحتم فعلوها عشان يجيلكم كل جديد هتلاقوا في سندوق ديسكيبشن او سندوق الوصف آآ لينكات من شركة جوميا عاملة عروض وخصومات رائعة آآ الفترة ديت خاصة على قسم الموبايلات وي التكنولوجي خش يخدوا فكرة ولعجبتكم حاجة اشتروها دعم للقناة يلا مع بعض نستعرض مع بعضينا التابلت الرائع او في تمانيا برو يلا التابلت اعلن عنه في ديسمبر تحديدا ستة وعشرين ديسمبر عشرين اتنين وعشرين ابتدت طرح للبيع في شرق آآ اسيا في تلاتين ديسمبر عشرين اتنين وعشرين وهيجي للشرق الاوسط ومصر على اخر واحد او آآ اخر اتنين واول تلاتة او بمعنى صريح كده في الربع الاول من السنة بتاعة عشرين تلاتة وعشرين التليفون ده بس كا تكنولوجيا ما بيدعمش تركيب آآ خط اتصال او شريحة اتصال آآ ابعاد التابلت آآ متين سبعة وسبعين في مية تسعة وسبعين في ستة فاصلة ستة نانو متر الوزن المقدر ليه خمسمية تسعة وتمين جرام او خمسمية تسعة وتسعين جرام ليه اللي الضهر بتاعه من الجلد اللي هو الاكو ليذر تابلت دامل الامام طبقة الحماية بتاعته آآ كورنين جوريلا جلاس من النوع الآآ التالت الفرين من الالمونيوم والضهر آآ من الالمونيوم في العادي او من الاكو ليذر اللي هو في اللون البرتقاني اللي موجود زي ما احنا قلنا هو ما بيدعمش تركيب شريحة اتصال آآ بيدعم آآ البن او الماجنيتك بن آآ اللي هو بيسموه الانور بنسل فري وده هيبقى اللي تنسي بتاعه حوالي خمستاشر آآ ام اس بالنسبة نيجي للشاشة الشاشة من النوع الاي بي اس ال سي دي مليار لون الرفريش ريت بتوصل لمية اربعة وربعين هرتز آآ النتس بتوصل لستمائة نتس بدعم الاش دي اار ودي حاجة قوية جدا على التابلت ده على السهل اللي احنا نسمعه ان شاء الله في آخر آآ آآ الحلقة آآ مساحة الشاشة دي آآ اتناشر فاصلة واحد انش بقوة استحواس خمسة وتمانين فاصلة ستة في المية شاشة بييجي معها آآ الفين خمسمائة وستين فيه الف وستمائة بيكسل آآ سبكتك ريشو ستتاشر لعشرة بيكسلات ميتين تسعة واربعين بيكسل لكل انش ومجهز بالسيستم الاي آآ ماكس آآ انهانسد او آآ الاي ماكس تحسين لقوة والشاشة والاضاءة عشان يديك اعلى آآ آآ شكل او اعلى آآ صورة او اعلى الوان او اعلى دقة من الجمال آآ في الشاشة نفسها آآ زي ما احنا قلنا طبقة الحماية من نوع آآ آسف آآ من نوع التالت آآ نيجي بالنسبة ليه بلادفورم او السيستم فهو من نوع اندريد اتناشر الماجيك آآ يو آي آآ سبعة دي الوجهة بتاعته والبروسيسور اللي نازل به او المعالج من شركة ميديا تيك وهو دايمين سيتي تمنتلاف ومية المعتمادية بتاعته خمسة نانومتر دا زي ما احنا عارفين او ثوماني النواية بيعتمد على ان الاربع انوية الاقوية بقوة اتنين فاصلة تمانية خمسة جيجياس كورتكس اي تمانية وسعبين دا مسمى بتاقة اما الاربع انوية اللي بتوفر للطاقة هي بقوة اتنين فاصلة زيرو جيجياس كورتكس اي خمسة وخمسين الجي بي يو او واحدة الاسم ميات من نوع المالي الجي ستمائة وعشرة ام سي سيكس واللي العالمي هي لها معالج داخلي آآ منفصل تماما دا اللي بيحسن اداء وقوة الصور والفيديوهات لو حريف بتشتغل آآ نظام الجرافيكس او الديزاين عمتان آآ التابلت للأسف ما بياخدش ولكن بينزل معها زاكرة مية تمانية واشرين او متين ستة وخمسين جيجا بايت من النوع تلاتة فاصلة واحد اما الرامات فبينزل تماما تمانية جيجا بايت رام مع المية تمانية عشرين او متين ستة وخمسين او اعلى واحد اللي هو اتناشر جيجا بايت رام مع الميتين ستة وخمسين فقط جيجا بايت وده حسب اختيار طبعا حضراتكم بالنسبة للظهر زا ما احنا قلنا الظهر شكله شيك قوي اما من الالمونيوم او اما من الجلد بيتخللوا كاميرتين من عالشمال من فوق في شكل آآ شياكة قوي آآ نقول معين آآ طويل كده آآ ده لو انت آآ طبعا حاطت التابلت بالتود آآ في الكاميرا وتحتيها آآ الفرياش زي ما انتم شايفين في الصور طبعا آآ بالنسبة للكاميرا هي كاميرا آآ فردية او كاميرا واحدة هي ترتاشر ميجي بيكسل تحت ساعتين فاصلة زيرو بتدعم ومعها ال اي دي فلاش بدعم تصوير اتش دي ار والفيديو بيوصل تصويره لاربعة كي ودي حاجة حلوة جدا على الكاميرا صغيرة زي دي وبيدي تلاتين اما الكاميرا الامامية فهي في المنتصف الاعلى في حالة اللي انت حاطت التابلت بالعرض آآ بقوة او بدقة خمسة ميجي بيكسل فانت عدس اتنين فاصلة اتنين بيدعم ال اتش دي ار وبيدعم تصوير الفيديو الف وتمانين آآ بيكسل بفريم تلاتين فريم برسكند نيجي بالنسبة للصوتيات فالتابلت ده مجهز بتمانية سبيكرز او تمن سماعات سبيكر ولكن للأسف ما بوش طبعا كان تركيب الجاك الآآ الثلاثة فاصلة خمسة ملي متر ولكن زي ما بتقول الشركة ان فعلا الصوت بتاعه هو رائع جدا وناقي جدا يستاهل فعلا التابلت ده احنا نجربه لان كمان لما تعرف ان الوحيدات الكمنيكيشن جاية باعلى حاجة فمسلا تلاقي الواي فاي باعلى حاجة دول باند البلوتوث خمسة فاصلة اتنين الجي بي اس آآ دول باند اللي انف سي مش موجود الريديو مش موجود اما اليو اس بي فمن نوع الطيب سي وماجناتك لو حارك بسيط في الظهر كده من الصور هتلاقي داحت خالص فيه تلات نقط كده ده اللي بتركب فيه او بتحط فيه الشاحن نفسه لان الشاحن نفسه كماجناتك مش طيب سي من نوع اللي هو اللي بيخش رائع جوه ولكن هو بماجناتك كده بيخش تقدر تشحن منه آآ بقوة للأسف التابلت ما بيجيش فيه بصمة آآ ما بيجيش فيه حتى كمان آآ بصمة الوش ولكن فيه جميع اللي موجودة في بقية التابلت سلباية ولكن بتعتمد طبعا على عن طريق او آآ اللي انت بتحطه آآ للتليفون او للتابلت بتاعك لو انت في حال ان انت اشتريت التابلت ده البطارية بتاعته بتيجي من نوع الليثيوم عشر تلاف وخمسين ميلي امبير والطريقة قوية بتكفي معاك لمدة آآ يومين مع شاحن سريع خمسة وتلاتين واط آآ ودي حاجة عالية جدا وجميلة آآ نيجي بالنسبة لالوان التابلت ده فبينزي منه تلات انوان تلات الوان الجري او الرمادي والازرق والبرتقاني آآ البرتقاني زي ما احنا قلنا من الجلد او بالنسبة لسعر التابلت ده تلتمية وخمسين يورو آآ بقيمة آآ دلوقتي او وقت تصوير الحلقة لان انا وقت تصوير الحلقة ده تقريبا كان اليورو بقى آآ با تمانية آآ وعشرين يوصل تقريبا آآ تمنوا لي آآ تسعة تلاف وتمنمية تقريبا دخل العشر تلاف آآ بس في المواصفات الرائعة اللي انت شايفها دي بين استخدام آلم وآآ شاشة قوية شاحن رائع بطارية كبيرة تكفي فعلا تابلت تستلي التجربة حتى الان ما فيش معاد محدد بالزبط اعلنت عنه الشركة امتى هينزل مصر ولكن انا دينا من تابع الشركة لو نزل هنحاول نكلمهم يبعثون لنا نسخة نعمل لها آآ انبوكسنج وريفيو ان امكان من لغاية هنا طبعا احنا وصلنا لنهاية الحلقة يا رب بتكون المعلومات آآ فادت حضراتكم مش هنسى اوسع حضراتكم زي كل مرة بتصناش سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان وارد حضراتكم على طول زر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكوا كل جديد آآ بالنسبة لصندوق الوصف على صندوق ديسكريبش هتلاقوا فيه لينكات من شركة جوميا خش اخدوا فكرة خاصة ان هي عاملة عروض اليومين دول لو عجلتكم حاجة اشتروها دعما للقناة شكرا جدا لو حسن استماح حضراتكم وكل سنة وانتم طيبين سلامة